قبل فترة نزلت لكم فيديو يوميات وكلكم كتبتولي إنكم حبيتوا كتير بمزح هم وخمسة بس اللي عبروني فاليوم قررت من تاني أشارككم يوميات عشوائية من أسبوعي فيلا نبدأ بس قبل ما نبدأ ما تنسوا تتبعوني على الإنستجرام لإنه كل هالمغامرات بشاركها معكم هناك أول بأول صباح الخير اليوم يوم إجازة فقررت أنا وأختنا أخذكم معنا مشوار صحينا بدري وقررنا نروح على كافي ندرس وبما إنه الامتحانات قربت عنا فنلحق إن لم لملنا أي إشي قبل المد وهينا طلعنا عدتنا ويلا ندرس يا جماعة إحنا عدنا خلصنا الأكل ولسه ما فتحناش ولا كتعم لا خلاص كفاية كده يلا على الدراسة ادى حياتك بالعمل واملأ فؤادك بالأمل فالحلم لم يبنيه بعض كسل مهما تعاني من سعاب أو ضقت أصماف العذاب سر في الدروب فليس يخدعك السراب وهلأ بعد مزهئنا من الدراسة يلا نودع المكان عشان نروح شايفين هي برج خليفة فرع غزة يعيب الشوم بس بتسكر الباب في وجه أختها وعلى سيرة الأخوات قبل فترة رجعت أختي من تركيا وجبتلنا معها شوية هدايا فتعالي يلا أورجيكم إياها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وشارح على اليوتيوب وعشان ما أنسى كتبت كل الخطوات والملاحظات على ورقة وبعد ما خلصت يلا نجهز الأدوات اللي رح نستخدمها مبارح رحت وكملت اشتريت الأدوات اللي نقصاني وحاسة لها القلب بجعني من أسعارهم أول أداة هاي اللي زي الدبابيس بنسميها فايل هاي الفايلات بنستخدمها عشان نشيل العصب من قناة السن بنلفها بطريقة معينة وبننظف القناعة الآخر إلها ألوان مختلفة كل لون بعبر عن مقاس محدد وتاني أداة هاي اللي زي الخشب الصغير اسمها كتباركة بندخلها بالقناة اللي نظفناها وآخر إشي كيف رح نلزق الخشبات الصغيرة مع بعضها رح نستخدم هاي المادة اللي سعرها أغلى مني وهلأ يلا نرتب الأدوات خلاص عشان صار وقت نبدأ شغل آه صحيح بدناش ننسى خاتم الخطوبة تبعنا وهي الأسنان الحقيقية اللي بدنا نشغل عليها معلش عادي بالأول بتقرفه بعدين بتصيره انتويا ومصحاب هلأ لو إجانا مريض عنده تسوس واصل للعصب فشو رح نعمل؟ أول إجي رح نشيل التسوس وبعدين رح نكمل الخطوات اللي توي شرحت لكم إياها رجعوها مني عشان بالفيديو الجاي فيه كوز وهلأ يلا نبدأ خلصت سن واحد من أربعة بس قبل ما أكمل قررت أفرش مفرش على الطاولة لإني بهدلت الدنيا على الآخر بالكلور اللي بنستخدمه وخلصت يا جماعة وأخيرا بعد أربع ساعات شغل وضعي حاليا وهي الأسنان اللي عملتهم كلها التعب عشان بس هدول وعشان نعرف كيف شغلنا كان تاني يوم بالجامع بنروح ع غرفة تصوير الأشعة عشان نصور الأسنان بنسبت السن بمكانه وبعدين بنسكر الباب وبنضغط على زر التصوير وهلأ لحظة النتيجة بنشوف السن وبنصوره على الجوال عشان نتقيم عليه عند الدكاترة وهلأ وأخيرا فقرت الأعمال الفنية بس قبل ما نبدأ أول إشي لازم نفتح بنترست ونلململنا شوية أفكار ونعمل تغذية بصرية عندي عجينة سيراميك اشتريتها قبل قرن واليوم وأخيرا اتذكرت أشتغل فيها قبل ما تنشف وجبت معي شوية أدوات أسنان حساها رح تساعدني بالشغل أول حاجة بدي أعملها هي صحن عشان معي النصحون بالبيت جبت العجينة وفرتها وقصتها ع شكل دائرة بعدين أخذت كمان جزء وفرته بشكل أسطواني وجبت أداة زي السكينة وعملت تعرجات حوالين الدائرة اللي قصناها عشان تلزق فيها حواف الصحن منيح بعدين أخذت هاي الأداة صدقوا يا جماعة أدوات الأسنان هاي بتشبه كتير أدوات الناحة اللي بيستخدموها الفنانين عشان يشكلوا الفخار والسيراميك وأهم خطوة بكل العملية نظلنا نستخدم المية عشان ننعم كل إشيه وتاني حاجة بدنا نعمل إطار للمراية هاي وبسرعة يلا نفكها قبل ماما ما تشوفني بنحطها عكيس نيلون وبنرسم حدود المراية عليها بعدين بنجيب عجينة السيراميك ويلا نعجي نخلينا نعمل لنا شوية منائج وبعد ما فردناها منيح بنلفها حوالين الدائرة زي الوردة وهنو ما بعرف ليش اتشققت معي بس لا ما تقلعوا أنا بظبط الوضع وهلا بعد ما خلصت تشكيل ونشفت العجينة إجا وقت التلوين هاي الصحن اللي عشكل دائرة وعملت كمان صحن عشكل راس قلب وهاي الوردة عدي بقولكم لشو رح نستخدمها بعد ما قعدت ساعات أقرر أي لون حاختار بالآخر حذروا أي لون اخترت صح زهر كيف عرفتم وبعد ما خلصنا متحمسين تشوفوا النتيجة ترى وكده يا حلوين بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم بتمنى جد تستفيدوا من هاي الفيديوهات وبتمنى كمان تكونوا حليتوا واجب الفيديو اللي فات وخططوا ونظمتوا أيامكم زي ما قلت لكم وبس سلام اشتركوا في القناة